السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في المحاضرة الثانية من المحاضرات الخاصة بمادة سلسلة إكسل الاحترافية معكم هاني الخطاب في هذه المحاضرة سنتكلم عن أمرين اثنين الأول هو التعامل المرن مع الخلايا والصفوف والأعمل والثاني هو عملية النسخ والقص واللسق ماذا نقصد بالتعامل المرن مع الخلايا والصفوف والأعمل لدينا في اكسل كما تكلمنا في المحاضرة الماضي الخلايا وهي نتيجة تقاطع الصفوف مع الأعمل هذه الخلايا يجب أن نكون على دقائب كيفية التعامل الجيد معها من أجل ترجمة نانسي قنقر